وأشوفك أنت حريص جداً على طريحها سواء في السناب وإلا في تويتر وغيرها اللي هو ذكر الله سبحانه وتعالى الدكتور عايض حريص بل أنه سخر تويتر تحديداً بتذكير الناس بذكر الله صباحاً ومساءاً وكذلك في السناب شات لما يتابع تجد أنه يذكر الناس بمثل هذا ليش الدكتور عايض حريص كل الحرص على إرسال وتذكير الناس بهالرسائل الجميلة تجاه الذكر أكيد فيه شي وجدت أنت ذكرتني بحد من الشيخ عليك علي يقول حسابك مثل حسن المسلم كل مثل قلت هذا شاء الله يتقبل أهم شيء أن نقدم شيء والله أنا وجدت من أفضل الأعمال بعد توحيد طبعاً ذكره سبحانه تصور يقول سبحانه ولا ذكر الله أكبر تصور شيء الله عز وجل لا يكافك على عمل إلا عمل بكافك بمثله إلا الذكر ما قال صلوا وصلي وصموا وصم فاذكرني أذكركم متى أذكرك الله إذا ذكرته تصور ما هو العمل الذي تؤديه قائماً وقاعداً وعلى جنبك وأنت متطهر أو محدث وأنت على جنابه وغير جنابه وأنت في سفر أو حل أو ترحال أو صحة أو مرض أو غنى أو فكر وتكون المبادل وتكون الأول وتكون الأرض وتكون الأعظم وهو أفضل عمل وأفيد عمل وأنفى عمل وأعظم من انفاك الذهب والورق وأعظم من أن تلقى العدو فتضرب عنك ويضرب عنك وأعظم من تصدق بجواهر الدنيا وأعظم بأن تكف المقامات وأعظم من نوافر الصيام هو ذكره سبحانه ولا ذكر الله أكبر ما في أعظم منه ولذلك أدعو إلى كثرة الذكر شوف مسند إيمان أحمد في مسند إيمان أحمد يقول ذكر الله حتى يقال إنك مجنون كان أحد السلف اسمه بودريس الخولاني مثل موسف سبحان الله سبحان الله والحمد لله وإلى الله أكبر قالوا أنت مجنون قال ومنجنوني بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض يعني كأنك والله إني حصلت عالمين في حياتي اللي ما يعرفهم بيقول وش اللي صار الشيخ بن بازة أنا صاحبته صحبة يعني حول سبع سنوات وفتتح بيتي حتى يسكنه كنت في الرحمانية وركبت معفسه سبحان الله والحمد لله أنا هو سبحان الله والحمد لله لا يقف أبدا وجالس وحتى في المقامات الكبيرة حتى في مجلس الملك سبحان الله والحمد لله لا يقف أبدا الله أكبر الذين يذكروا الله كياما وقعودوا على الجنوب والشيخ بيوسف علامة كان رئيس محاكم عسير شيء عجب إذا مر من السكة عرف الناس أنه مر ولولا أني في الهواء كنت وصفت حكايته في التسبيح شيء يذهل ولذلك الله الله يا أحبابي والله إن أحيانا إننا نذكر أشياء تافية في حياتنا سواليف لا نهاية لها درجات الحرارة والعقارب والمربعاني ما تنتي سواليفنا والمندي والمضبي والرحلات والجيات وإذا قلت سبح إنه يصعب على الإنسان أقوله بن عثيمين مسألة التوفيق حتى التسبيح مسألة التوفيق والله إذا ما وفق الإنسان ما وفق أنا ركبت في رحلة دولي مع رجل في الثمانين رجل أعمال سعودي في العقار مشغول وعود جلس بجنب جلس جنبه والله لو بطاعوا يمكن خمس ساعات كله بيعلمني فينا المخطط وحصلوا في جد دوار والأراضي في حول الحرم فأنا أبغى أدخل بشوي قلت والتسبيح قال سبحانه ولا يكمل قلت طيب يا شيخ يقول صلى الله عليه قال خلنا بعدين بشر 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 بس خلنا نكمل سالفتنا ومن سالفة في سالفة قلت سبحان الله العبر ثمانين وكله في العقار وكله في الخشب وكله في السمنت والحديد فنسأل الله أن يجعلنا مما يذكره كثيرا ويجعلنا من أوريائه آمين يا رب العالمين وما أجمن الذك نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم من الذاكرين الله كثيرا طيب